أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أكد حرص المنطقة على التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات في مجال المواني والأنشطة المتصلة به وخلال استقباله رئيس مجلس إدارة هيئة المواني والمرافق الغانية إسحاق أوسي أكد جمال الدين أن التعاون مع غانا يساهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم سلاسل الإمداد في القارة الإفريقية خاصة ما تلعبه مواني غانا من دور في حركة التجارة لدول غرب إفريقيا من جانبه عرب إسحاق أوسي والوفد الغني المرافق له عن ساعدته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من تطور كبير في موانيها مؤكدا على وجود فرصة كبرى للتعاون مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة مما حققته من نجاحات في قطاع المواني